بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شرور أنفسنا من سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومضل الفلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله نتكلم بإذن الله تعالى عن أمر خطير جدا وهو التطير التطير هو التشاؤم بمرئي يعني أشياء يراها أو مسموع أشياء يسمعها أو معلوم يعني أزمنة وأمكنة تطير بها بعض الناس يعني تطير ببعض الأمكنة يقول لا أمشي في هذا الطريق لا أنام في هذا البيت مثلا أو بزمن محدد يقول هذا اليوم يوم السبت أنا لا أصنع فيه شيء من الأشياء مثلا أو هذا الشهر شهر كذا مثلا لا أتزوج فيه ولا أسافر فيه إذن التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو أزمنة وأمكنة معلوم التطير الأصل فيه أنه من الشركة الأصغر وقد يصل إلى الأكبر التطير هو حال المشرك والمنافق نصر الله عفوه السلام فما هو حال المؤمن حال المؤمن التفاؤل أنه دائما يتفاعل ولا يتطير يعني لا يتشاؤم المسلم إطلاقا فما هو الفرق بين الفائل والتطير الفائل هو الكلمة الطيبة والتطير عرفنا هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أزمنة وأمكنة الفائل مستحب والتطير شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر الفائل حسن ظن بالله والتطير سوء ظن بالله الفائل يوجب انشراح في الصدر ويعطي النفس طمأنينة وراحة أما التطير انقباض في الصدر الفائل حال الموحد حال المؤمن التطير صلى الله عليه وسلم حال المشرك والمنافق والتطير قد يعني جاء عنه أنه ما أمضاك أو ردك يعني ما جعلك تمضي في هذا الأمر أو ترجع يعني هو متردد الآن يسافر أو لا يسافر فماذا يصنع ينظر في بعض الأشياء يخوف الطير مثلا يأخذ بعض الأوراق مثلا يقطعها وكذا فإما أن يمضي أو يرجع بسبب هذا الفعل فهذا هو التطير ما أمضاك أو ردك أما جعلك تمضي أو ترجع لكن الفائل لا يجعلك تمضي ولا ترجع لكن تسمع كلمة وتفرح بها دون أن يجعلك هذا الأمر تمضي أو ترجع مثاله يعني عندنا بعض الأشخاص تقدم لخطبة امرأة مثلا وسأل هو متردد الآن هل يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوج فماذا يصنع قال يسأل عن اسمها إذا كان هذا الاسم حسن قبل الزواج فهذا معناه أنه على ما قيل ما أمضاك إذن هذا تطير الآن عندما سأل عن الاسم وجد أن الاسم هذا اسم حسن وإذا سأل عن الاسم وجد هذا الاسم اسم قبيح ترك نكاح هذه المرأة هنا هنا ينطبق عليه ما أردك إذن هنا رجع إذن تطير بعض الناس يتطير يأخذ وردة مثلا ويقول أتزوجها 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 هذا تطير أيضا بل هو استقسام بالأزلام يعني أسافر أو لا أسافر فيذكر عندنا بعض الناس بعض الأرقام يقول هنا مثلا واحد إلى عشرة يعد والذي يقع عليه العشرة هو الذي يصنع هذا أيضا استقسام بالأزلام البعض أيضا يتطير بالمصحف يفتح المصحف ثم ينظر في المصحف وقع نظر على آية فيها رحمة مضى في هذا الفعل آية فيها عذاب رجع أيضا هذا تطير إذن لا يمكن أن المسلم يتطير المؤمن دائما يتفائل ويحسن الضم بالله لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى والذي يقدر الأشياء هو الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقدر على عباده إلا خيرا فنرضى بالقضاء والقدر ولا نتطير ولا نتشاء فما هو علاج التطير لأنه قد يرى الإنسان أشياء قد أحيانا يقع في قلب شيء فماذا يصنع علاج التطير أولا يكون بدراسة التوحيد الثاني أن يتوكل على الله يعني يصدق في اعتماده على الله سبحانه وتعالى ويثق بالله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب المشروعة يتوكل على الله يذهب الله سبحانه وتعالى أي يذهب الله سبحانه وتعالى ما يقع في قلوب العباد من التطير بماذا؟ بالتوكل يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يجعل الأشياء التي يراها أو يسمعها أو يكون ببعض الأزمنة أو أمكنا لا تجعل هذه الأشياء يمضي في هذا الأمر أو يرجع هذا ما أردنا التنبيه عليه في هذه الساعة والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم